هل تتذكرون إيلون موسك وتصريحه وسعيه لأن تكون شركة سبيسيكس أول شركة في العالم تطلق إنترنت عبر الساتلايت يكون متاحا لكل سكان الكرة الأرضية بتكلفة زهيدة؟ هذه أحد الشركات المنافسة شركة وانويب والتي أعلنت عن إفلاسها كانت الشركة أيضا تسعى لتقديم خدمات الإنترنت عبر الساتلايت وبتكلفة زهيدة بحيث يكون متاحا لكل الكرة الأرضية اليوم وانويب تعلن عن الإفلاس هكذا كانت هيكل ملكية الشركة سوفت بانك اليابانية تمتلك 37% من الشركة وهي الأكثر تضررا من هذا الإفلاس كوالكوم بحدود 16 بيئة المئة إيرباس 8.5 بيئة المئة فينترز 1.110 بيئة المئة وتمتلك بحدود 12 بيئة المئة استثمارات سوفت بانك طبعا هي الأهم تقريبا استثمارت الشركة ملياري دولار منذ 2016 في وانويب حجم ديون وانويب حتى الإفلاس مليار و700 مليون دولار الشركة كانت تقدمت بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة ثلاثة مليارات دولار ولكن جاءت أزمة كورونا لتحول دون حصول الشركة على هذا التمويل الإضافي وبالتالي اضطرت إلى الإعلان عن إفلاسها التأثير على سوفت بانك وسوفت بانك أصلا يعاني من الكثير من المشكلات في الفترة الأخيرة وشاهدنا أيضا عمليات إعادة هيكلة الديونة التي كان يسعى إليها بحدود 40 مليار دولار وفشلت هذه العملية وبالتالي تعرض السهم للمزيد من الضغوط كانت هذه هي التراجعات نتحدث أن في مارس كان السهم يتدول عند مسؤولة 5800 ين ياباني نتحدث أكثر من 500 دولار تقريبا حاليا وصل السهم إلى حدود مسؤولة 3400 ين يعني تراجعات كانت كبيرة وعلى الرغم من أن الأيام الأخيرة ومع تجدد الأمال في إعادة هيكلة الديون ب40 مليار دولار كان ارتد قليلا ولكن جاء إفلاس وان ويب ليضغط أيضا على أداء السهم ويتراجع في بورصة توكيو في تلك الجلسة بحدود 500 إذن وان ويب هي أولى الشركات التي تعلن عن الإفلاس بشكل واضح في ظل أزمة كورونا يعني والتوقعات أيضا بأنه ستكون هناك على عديد من حالات الإفلاس بالنسبة للشركات خلال الفترة المقبلة مع تزايد الضغوط المالية عليها سنستمر في المتابعة ونأمل أن تنتهي هذه المشكلة قريبا ترجمة نانسي قنقر